السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازاكم الجماعة عاملين ايه? يا رب اكونوا بخير دايما. في فيديو النهاردة حبيت ان انا اشارك معكم تجربتي مع وندس 11 الاصدار الجديد 25 ايديش تو. لكن المميز المرادي اني جربته على جهاز غير مدعوم رسميا. والنتيجة بصراحة كانت صادمة جدا. خليكم معي عشان نشوف مع بعض ايه اللي حصل بالتفاصيل. قبل ما نبدأ الفيديو بازن الله مع بعض حابب ان انا اوري لحضرتك ان دي نسخة وندس 11 خمسة عشرين اتش تو احدث نسخة موجودة على موقع ميكروسوفت. وفي نفس الوقت برضو حابب ان انا اوري لحضرتك ان الجهاز الكمبيوتر الخاص بي لا يستوفي متطلبات وندس 11. زي ما حضرك شايف كده بيقولي المعالج غير معتمة حاليا. لو بدأنا نستعرض مع بعض النسخة زي ما حراك شايف كده بروحها للادادات بمنتهى السرعة ممكن اغير الاضاءة بتاع الويندوز من الدارك مود للون الفاتح بمنتهى البساطة زي ما حراك شايف كده سرعة الجهاز عليه جدا. تمام? لو حاببت تمامها بتاعتني هرجع منتهى البساطة. ابدأ استعرض ليه قوائم النظام زي ما حراك شايف كده لو رحت على الاجهزة اللي موجودة على الجهاز. لو رحت على شبكة الانفرات زي ما حراك شايف الانتقال بيتم بسلاسة وبسرعة كبيرة جدا. يعني مفيش ثواني مفيش اي تعليق مفيش اي تهنيك. الجهاز سريع جدا بتنقل بين الاعدادات بتاع الويندوز بمنتهى البساطة منتهى اليسر من غير اي صعوبة. متاخدش ثواني يعني الانتقالات ما بين الحاجة والحاجة التانية في منتهى السرعة. لو رحت على اللي هو الابضيت. طبعا تستنتع بكل التحديثات وكل تحديثات الامان. لو انا استعرضت مدير المهام بتاع نسخة الويندوز الجديد زي ما حراك شايف كده ده الاستهلاك بتاع الجهاز الخاص بيا لو رحت على الاداء بتاع البروسوسر. زي ما حراك شايف كده الاستخدام بتاع البروسوسر بيتراوح ما بين تمانية وتلاتين تمانية وعشرين تسعة في المية تمانية واربعين في المية. العمليات اللي موجودة في الخلفية مية وتلاتين عملية. طبعا البروسوسر بتاعي بروسوسر متواضع هو كور اي فايف. لو انا رحت على الذاكرة الخاصة بالجهاز زي ما حراك شايف كده الاستهلاك اللي بيتم من الذاكرة حوالي خمسة جيجة طبعا الذاكرة الخاصة بجهاز الكمبيوتر اللي انا بستعمله تمانية جيجة كلها على بعضها تمانية جيجة. زي ما حراك شايف كده يعتبر اداة كويس جدا بالنسبة لجهاز متواضع. لو انا رحت طبعا على مواصفات اللي هي الويندوز اللي موجودة زي ما حراك شايف كده ويندوز حضواشر برو خمسة وعشرين اتش تو تاريخ التسبيت طبعا خمسة عشرة الفين خمسة وعشرين طبعا احدث اصدار موجود على موقع ميكروسوفت. لو انا استعرضت لحضرتك بعد البرامج وازاي بتستجيب على النسخة هتلاقيها سريعة جدا. يعني مسلا على سبيل المثال انا لما بفتح اللي هو الاوفيس آآ باور بينت هتلاقي بضغط زر واحدة تفتح معي بمنتهى البساطة. يعني زي ما حراك شايف كده. تجابة سريعة جدا للبرامج على النسخة. بالنسبة طبعا لبرنامج الحماية اللي موجود على النسخة هو ويندوز ديفندر. طبعا النسخة اللي موجودة على نسخة ويندوز حضواشر خمسة وعشرين اتش تو اصبحت نسخة قوية جدا فعالة. بيستيلكشة اي من موارد الجهاز. بالعكس هي فعالة جدا وسريعة جدا في اكتشاف الفيروسات والتخلص آآ منها. حتى الحماية من الفيدية الضارة اصبحت موجودة في البرنامج بصورة عالية. يعني هنا ممكن تحمي المجلدات الخاصة بك آآ من فيروسات الفيدية. وكمان تحمي الحساب بتاعك. تحمي جدار الحماية والشبكة والتطبيقات والمستعرض وامان الجهاز بصورة كاملة. بالنسبة طبعا للنسخة تم تزودها بمتصفح ميكروسوفت اتجي طبعا المتصفح سريع جدا في تحميل الصفحات بدون اي ما يحصل فيه اي نوع من التحنيج او البطء زي ما حدرك شايف كده بيفتح الصفحات بمنتهى السلاسة بسرعة كبيرة. لو انا حبيت ان انا ارجع اللي كانت موجودة قبل كده هتلاقي ان المتصفح بيرجع لها بمنتهى البساطة ويبدأ يحملها تاني بمنتهى السهولة. طبعا متصفح ميكروسوفت اتجي من افضل متصفحات الموجودة دواتي في نسخة ويندوز حداشر. وفي النهاية طبعا اقدر اقول ان تجربتي مع ويندوز حداشر اه خمسة عشرين اتشتو على جهاز غير مدعوم. كانت تجربة ناجحة جدا ومنفجأة في نفس الوقت ما فيش اي مشاكل كبيرة ولا ده كان فوق المتوقع تماما. وبكده طبعا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش اللايك والاشتراك عشان توصلك كل التجارب الجديدة مع قناة عالم الكمبيوتر والبرامج. وشوفكم في فيديو جديد بازن الله.